السؤال رقم 133 ما قول العلماء في من رأى في حلمه مسجدا محكما عامرا قال الأستاذ أبو سعد من رأى ذلك في حلمه فإن المسجد يدل على رجل عالم يجتمع الناس عنده في صلاح وخير وذكر الله تعالى لقوله عز وجل يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 134 ما قول العلماء في من رأى كأن المسجد قد انهدم قال العلماء من رأى كأن المسجد انهدم فإنه يموت في هذه الحالة رئيس صاح الدين فإن رأى أنه يبني مسجدا فإنه يصل رحمه ويجمع الناس على خير لأن بناء المسجد يدل على الغلبة على الأعداء هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 135 ما قول العلماء في من رأى كأن المسجد قد تحول إلى حماما قال العلماء إن رأى المسجد تحول حماما دل على أن رجلا مستورا يرتكب الفواسق فإن رأى كأن رجلا مجهولا أما الناس وكان إمام المسجد مريضا فإنه يموت هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 136 ما قول العلماء في من رأى كأن بيته تحول مسجدا قال العلماء من رأى كأن منزله تحول إلى مسجد تقام فيه الشعائر أصاب شرفا وصار داعيا للناس إلى الخير وإلى الرشاد وإلى الهداية من الباطل إلى الحق هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 137 ما قول العلماء في من رأى كأنه دخل مع قوم مسجدا فحفروا له حفرة قال أهل التعبير من رأى كأنه دخل على مجموعة من الناس أو مع مجموعة من الناس مسجدا فحفروا له حفرة فإنه يتزوج قريبا بإذن الله هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 138 ما قول العلماء في من رأى كأنه يصلي في المحراب قال العلماء هذه الرؤية تدل على بشارة خير من الله تعالى لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فإن كان صاحب الرؤية إمرأة ولدت ابنا ومن رأك أنه يصلي في المحراب صلاة غير وقتها فإن ذلك خير يكون لعقبه هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 139 ما قول العلماء في تفسير رؤية من بال في المحراب قال العلماء من رأى أنه بال في المحراب قطرة أو قطرتين أو ثلاثا فكل قطرة ابن نجيب وجيه يولد له لأن المحراب في الأصل إمام رئيس وحكي أن رجلا رأى في منامه كأنه بال في المحراب فسأل معبرا فقال يولد لك غلام يصير إماما يقتدى به هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 140 ما تفسير رؤية المنارة قال أهل التفسير المنارة تدل على رجل يجمع الناس على الخير وانهدام منارة المسجد موت ذلك الرجل وخمول ذكره وتفرق جماعة ذلك المسجد فرأى المهندس كأنه ارتقى منارة عظيمة من خشب وأذى من فوقها فقص رؤياه على معبر فقال له أنك تصل إلى مركزا مرموقا وقوة ورفعة في إنفاق هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 141 ما قول العلماء في تفسير رؤية منارة الجامع قال أهل التفسير منارة الجامع صاحب البريد أو رجل الإعلام أو رجل يدعو الناس إلى دين الله تعالى ومن رأى كأنه سقط من منارة في بئر ذهبت دولته ودلت رؤياه على أنه يتزوج امرأة صليطة اللسان أو له امرأة متدينة جميلة هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 142 رؤيا في صورة قصة ما قول العلماء في أن رجلا ركبه دين وتراكم عليه مبلغ عشرة آلاف درهم ونام مهموما حزينا فرأى والده في المنام على شرف منارة يعني على قمة منارة يسبح الله عز وجل ويهلل فلما رأاه والده دعاه ثم استيقظ هذا الرجل فسأل المعبر عن هذه الرؤية فقال بعد حمد الله والثناء عليه فإن المنارة علو ورفع يصيبها أبوك فقال له الإبن أبي ميت قال المعبر ألست ابنه قال نعم قال لعلك تكون عالما أو أميرا وأما عن تسبيح والدك فإنك في غم وهم وحزن ويفرجه الله عز وجل عنك لقوله تعالى فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلم يلبث إلا قليلا أي لم يمر وقت طويل على تعبير هذه الرؤية فإذا رجل قد أخذ بيد هذا الإبن وقال له أأنت القعقاع فقال في نفسه ليس هذا إلا غريم ملازم قد جاءني ليطلب مني ما علي من دين فقال له هذا الرجل إن سعدانه امرأة مريضة وهي توصي وتدعوك قال فذهبت معه فإذا جماع من المشايخ وكتاب مكتوب أن سعدانه جعلت ثلث مالها للقعقاع فأوسط له بثلث مالها وماتت بعد ثلاثة أيام هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 143 ما قول أهل التأويل في من رأى كأنه يصلي في بيت المقدس قال العلماء من رأى نفسه في المنام وكأنه يصلي في بيت المسجد الأسير ورث ميراثا أو تمسك ببر أو بصالح الأعمال وإن رأى نفسه على مصلى رزق الحج والأمن لقوله تعالى واتخذ من مقام إيراهيم مصلى هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 144 ما قول أهل التعبير في من رأى أنه يصلي في بيت المقدس إلى غير القبلة قال العلماء من رأى تلك الرؤية فإنه يحج إلى بيت الله الحرام أما الخروج من المسجد الأقصى فإنه يدل على سفر وذهاب ميراث منه إن كان في يده فإن رأى أنه أسرج في بيت المقدس سراجا أصيب في ولده أو كان عليه نذر في ولده ويلزمه الوفاء به هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 145 ما قول علماء التأويل في من رأى نفسه كأنه يذكر بالله وليس من أهل الذكر قال العلماء من رأى وكأنه يذكر الناس بالله وليس من أهله فإنه في هم ومرض وهو يضع الله تعالى بالفرج فإن تكلم بالحكمة شفيا وقضى دينا إذا كان عليه دين ونصر على من ظلمه وإن تكلم بالخنا أي بالباطل تعصر عليه الأمر وصار أضحوكة للناس ويستخف به هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 146 ما قول العلماء في من رأى نفسه وكأنه عالم أو مذكر أو قاص يقص على الناس قال العلماء أما العالم فهو طبيب الدين والمذكر ناصح أمين لقوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين والذي يقص الحكايات التي بها عبرة للناس فهو رجل حسن المحضر والمظهر والمخبر لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص فإن رأى أنه يقص أمين من الخوف لقوله تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 147 ما قول العلماء في من رأى نفسه في مكان مجلس ذكر وقراءة قرآن وإنشاد للأشعار التي تزاهد في الدنيا وتقرب إلى الآخرة قال العلماء من رأى نفسه في مكان يؤكر فيه اسم الله تعالى ويتلو فيه القرآن ويدعو الله فيه عز وجل فإن ذلك الموضع يعمر عمارة محكمة على قدر صحة القراءة وإن وقع في القرآن لحن لم تكتمل عمارة هذا المكان وإن أنشد أشعار الغزل والحب والغرام في هذا المكان فتلك ولاية باطلة هذا والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة